السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معيكم ميس اسمي على قناة ساينسوز ميس اسمي حبيبي السيوزنت اف غريت سيكس اهلا بيكو حبيبي النهر ده ان شاء الله هنبدأ ناخد جنرال اكسرسايز على يونت وان وبالي هنبدأ اول حاجة نحل الجنرال اكسرسايز اللي موجودة في كتاب المدرسة دي اول فيديو من فيديوهات الفاينال ريفيجون هنبدأ نمسك يونت يونت نحل عليه عشان ان شاء الله نحل موضي الاجزامز كتيرة قبل ما ندخل الامتحان اللي بعد العيد بإذن الله اول سؤال معينا في السكول بوك بيقول لي ماتش كولوم اي ويتش كوراسبوند ان كولوم بي مين اللي على توكة بتوفر معي الجهد برافو عليكم هي السكند كلاس ليفر يبقى عمل ماتش انجل الان مع البي طيب نمبر تو بيقول لي ليفر ذات نوت كونسيرف ذا افرت اللي على طول ما بتوفرش جهد كانت السيرد كلاس ليفر يبقى وصلتو بسي طيب بعد كده ليفر ذات سمتايمز كونسيرف افرت من الاحيان اللي بتعمل كونسيرف انجل الافرت الفيرست كلاس ليفر يبقى سريها وصلها بي الاي نمبر فور افككسة بيانت ذات رجد بار روتت ارround ايه هي الفككسة بيانت ذا رجد باررترت كلان ذا تعريف الفلكرم تعريف الفلكرم طيب نمبر فائف بيقول لي افككسة بيانت افك Phase and إتس افكتد باي在cja دا تعريف الليفر تعريف الليفر طيب السؤال afterwards في السكول بوك مع очنا بيقول لي put true or false in the front of the following sentences and correct the false one ونعمل correction للأ للfalse one. Number one بيقول لي the first class lever have resistance between the force and the fulcrum? لا طبعا مين اللي كان فيها resistance هي البين الفلس والفulcrum كانت second class. يبهشي للfirst class lever وحط أي second class lever. Number two بيقول لي the second class lever have the force between the resistance and the fulcrum? لا طبعا كانت الآي كانت third class هي اللي فيها force between resistance and the fulcrum number three بيقول لي the third class lever have the fulcrum between force and the resistance يبهردو false. أما الانهي class the first class lever هي اللي كان فيها fulcrum between the force and the resistance. Number four بيقول لي the crew bar is an example of the first class lever الكرو بار من الفرست class. يقزامل على الفرست class ده true. طب number five بيقول لي if the arm of the force is shorter than the arm of resistance لو الارم بتاعة الفورس أقصر من الارم بتاعة resistance. then the lever conserve effort طبعا ده false. الأفورس ساعتها عمره ما تامل conserving للأفورس لازم يكون الارم of force is longer than the arm of resistance طب number السؤال بعد كان number three في السكول بوك معينا بيقول لي complete the following sentences number one the nutcracker is an example of the nut lever a nutcracker كان الانهي على الثاني the class lever طيب the manual prune is an example of a كان الانهي كان الانهي على بروف عليكو عال الثاني the class lever. number three the scissor are examples of the scissor كان الانهي على الفيرس the class lever. طب number four ده الاللبر's law أو قانون الروافع اللي كان بيقول في force times its arm equal space times space ده الاللو of levers كان الforce times its arm equal resistance times its arm. number five بيقول لي the type of lever where the arm of force and the arm of resistance are equal دي كان امتا امتا بيكون الاتنين ممكن يكون equal فانهي نوع كانت في first class عشان الفولكرام هو اللي في النص طيب. number four في السكول بوك معينا من ضمن اسئلة السكول بوك يقول لي compare between three types of lever using the following table اول حاجة definition هنعرف كل واحدة conservation of effort وي الاكسامل طبعا الديفنيشن بالنسبة للfirst class lever لما يجي اعرفها هقول عليها ايه؟ هقول عليها it's the lever that has the fulcrum between the effort and resistance طيب دي the fulcrum between the effort and resistance السكند clause هقول it's the lever that has resistance between fulcrum and effort اللي فيها resistance في النص لبقى السكند clause طيب السيرد clause برافو عليكم اللي فيها طبعا الديفن effort to force هيا between fulcrum and resistance يبقى it's the lever that has the effort to force between fulcrum and the resistance طب بالنسبة conservation effort مين فيهم بتوفر القهد هلاقي first class احيانا بتوفر القهد هقولو some of them conserve effort but other doesn't conserve طب السكند clause always conserve effort على طول بتوفر القهد طب السيرد clause it doesn't conserve effort طب راها ما بتوفر القهد طب قولي examples على first class lever example على first class lever عند السيسر الكروبار البيلرز النيل clever and paddles طيب بالنسبة لل second class عندي الويل paru الاستبلر السودة water الابنر and nut clarker الابنر و النت cracker طيب بالنسبة لل third class الاندي كاتل manual prone الحوكي pad التوازر cool holder دي كده كاتل comparison اللي ممكن اعملها between the first the second and the third class lever طب بعد كده جايب لي pictures ويقول لي بقى حدد type of levers number one دي A D الفيش tools الصنورة هنا الصنورة من اي نوع من اي نوع طبعا من third class lever طيب السيسو من first class عشان الفلكرم هو in between the effort and resistance طب الابينر الابينر طبعا من اي من second class lever عشان عندي اي فيها عشان هي من second class عشان resistance هي اللي between الفلكرم and effort طب الهوكي بات من third class طب عندي بعد كده البدل دي من اي نوع من first class طيب عندي nut cracker من second class nut cracker من اي من second class number السؤال بعد كده بعطينا في problem عشان نطبق قانون levers معنا فبيقول اللي the affecting force on second class lever equal 200 newton and the length of its arm is 50 centimeter if the value of the resistance force is 1000 newton calculate the value of arm of resistance طيب انا عندي اي انا عندي قانون عندي law of levers بيقول إيه إن الأفرد times its arm equal resistance times its arm الأفرد فورسف كام ب200 times its arm ب50 سنتيميتر إيقوى الريزيستنس ب1000 times its arm اللي أنا عايز أحسبه فهيبقى 200 times 50 divided by 1000 لما إجي أحسبها تطلع بكام لما إجي أحسبها تطلع ب10 سنتيميتر بس عادتها جبت هنا الريزيستنس أرم equal 10 سنتيميتر طب السؤال نمبر 7 وهو عبره ورده عن problem بيقول فيي The length of the fourth arm of the third class lever is 5 cm and the length of the arm of the resistance is 15 cm If the resistance force had the value of 300 newton calculate the value of the affecting force الvalue of the affecting force بارتها طبق القانون اللي نعرفه Effort times its arm equal resistance times its arm الأفرد دي اللي أنا عايز أعرفها times الارم بتاعها 5 سنتيمتر equal الresistance 300 times its arm بكم ب15 يبقى effort force هتطلع 300 times 15 divided 5 لما يجي حسبها تطلع ب900 نيوتن هتطلع ب900 نيوتن طيب دي كده أسئلة الأسئلة بتاعة general exercise اللي موجودة في ال school book هنبدأ دلوقتي بقى هنبدأ دلوقتي بقى نحل موضي الاجزام من كتاب المعاصر النوتبوك بتاع المعاصر وبيقول لي choose the correct answer resistance arm is sometimes equal to force arm النقط class lever في الفرست والالسكن والالسير والالفرست and third أي نوع اللي ممكن اللي اتنين يكونوا مساويين لبعض طبعا النوع اللي ممكن يكون اللي اتنين فيه مساويين لبعض هو ايه هو الفرست class lever عشان فالاختيار هيكون فرست class number two space is considered from فرست class lever النوت cracker الهامر cloud الice holder والفشن tool طبعا اله الهامر cloud من الفرست class lever طب which is the following lever is used to avoid dangers بس تخدم عشان avoid dangers طبعا الكول holder هو عشان احمي نفسي من خطر النار طب number بيقول لي give reason four نوت cracker is considered as an increasing force lever ليه نهاية بتزود increasing force lever هقول because in this lever we use small force to make great effort عشان احنا بيستاذ force قليلا عشان نعمل effort كتير انا ما بذل مجود صغير عشان is always shorter than the resistance arm because the effort to arm is always shorter than the resistance arm سؤال بعد كده بيقول write the scientific term type of lever that midpoint is resistance force يمين اللي كان فيها resistance force في النصر طبعا كانت ال A كانت a second class lever number 2 بيقول force times its arm equal resistance times its arm دا اللو of levers number 3 بيقول type of lever where the effort force may be larger or smaller than the resistance force دي كانت A first class هي الممكن ساعد تكون أكبر أو أقل طب what is meant by the fulcrum when أعرف الفulcrum it's a fixed point where the bar rotate around هي النقطة المستبتة اللي حواليها البار بيتحرر طب the effort force the it's the distance between the effort force and the fulcrum هو المسيفة من effort force هي الفulcrum number 3 we only complete the following statement number 1 number 1 when the arm force is equal to the armor of resistance is equal to نقط لما arm of force equal to the arm of resistance equal to the resistance force number 2 the factors that determine the value of force and resistance or space and space اللي كنين مع بعض هم force arm or resistance army بالعاهم اللي بتأثر على force or resistance هو طول دراع القوة وطول دراع المقاومة يبقى force arm and resistance arm number 3 لما ناخد number 3 في complete مع هنا بيقول there is a conservation of effort in first class level if is longer than نقط إمتى يكون في conservation لما الفورث arm يكون أكتر أو أطول من resistance arm when the first arm is longer than the resistance arm number four establer has نقط between fulcrum and نقط l-establer إدباس كان فيها A كان فيها ال resistance force between the fulcrum and the effort force يب a resistance force between fulcrum and A and resistance resistance force between the fulcrum and the effort force number five when the length of each of the effort arm or when the length of each of the effort arm and resistance arm equal eight centimeters and resistance equal five newton so effort force equal 5 تم المدام الاثنين متساويين نبقى نفس الفرس هي resistance equal 5 newton number four both true or false bottle opener wheel paru and bottle or examples of second class lever ده دوت دول كده كلهم من second class lever لأ طبعا هلا ايه البottle opener وال wheel paru and بشير البدل زي وحط النط cracker طيب number two هاكي بات and tweezers have mechanical benefit لأ طبعا ملهمش mechanical benefits دول مصي فينجر الأفرد يبقى دول a hasn't أو haven't mechanical benefit أحط كلمة not بعد have number three the effort force arm is measured in newton that true number four among the function of lever it decreases speed بتقلي للسورة ولا بتزويد هلا بتزويد السورة يبقى false increase the speed number five the resistance arm is the distance between resistance force and the fulcrum that true the a true number five بقول a force of 300 newton and arm length of 5 centimeter effect on a lever if the value of resistance equal 200 newton determine the location of the resistance to balance the lever قولي هحط resistance فين عشان عملي balancing لل lever دي يعني قولي طول دراع المقاومة قد اي هطبق القانون بتاعي effort force time is its arm equal resistance force time is its arm effort time is its arm equal resistance time is its arm طيب ال effort كام طيب 360 time is its arm 4 centimeter و resistance 200 time is its arm دا القنون بتاع هام اي بل arm of resistance our resistance arm هيت لع بكم هيت لع بالزبط كدا 360 times 4 divided 200 لما احسف هال كالكولي تطلع 7.2 centimeter 7.2 A centimeter number B بي اولي chose from column B which chose from column number one lever always save effort مين اللي عغوطول بتعمل saving effort اللي عغوطول بتعمل saving effort second class lever طيب lever always don't save effort عغوطول ما بتمشل saving effort دي third class lever طيب lever sometimes save effort the first class lever rigid bar rotate around the fixed point and it's affected by force and resistance دا تعريف اللiver دا تعريف اللiver وبكده بخلصنا revision على unit 1 يا رب نكون استفادنا من insert subscribe ونفعل زر القرس واستنونا في revision على unit 2 اشترك